اختتمت يوم أمس منافسات الأسبوع الأول لمسبقة البحرين للصقور والصيد التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة ميك للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي أقيمت بمنطقة لسبخ المحاذية للقرية العالمية للقدرة والتي تستمر منافستها حتى يوم السبت الموافق لثامن عشر من فبراير المقبل وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المسابقات التي أقيمت على كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة واسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد الخليفة قد شهدت منافسة قوية من قبل المتنافسين الذين أظهروا مستويات كبيرة عاكست التحضيرات والاستعدادات التي خضوها قبل دخول غمار المنافسة في هذا الحدث هذا وقد وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة شكره وتقديره للملاك وأصحاب السقور مشيدا سموه بالحضور الجماهري الكبير مقدرا في الوقت ذاته بجهود اللجان العاملة والجهاز الإعلامي التي تصب في مصلحة نجاح هذه المسابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر